وباء عالمي ينتشر كالنار في الهشيم يعاني العالم أجمع من ويلاته لكن ليبيا خاصة لم تتجرع مرارته حتى اللحظة فهي تعاني منذ أعوام عديدة من نار أشد قصوة هي نار الحرب تعقد اتفاقات دولية تتدخل دول خارجية تبرم وعود بهدنه وفي نهاية المطاف استمرار إطلاق النار دون رادع كأن العالم قد استأنس الحرب في ليبيا يعود حفتر ويقصف المدنيين مجددا في طرابلس تحديدا في منطقة عينزارة المقتضط بالسكان وقوة الوفاق بدورها تتصدى لقبائف الهون وتتحر تقدم ميليشياته وتكبده خسائر في الأرواح والعتاد على ناحية أخرى تشهد البعثة الأممية تخبطا في اختيار خلف لغسان سلامة والذي قدم استقالته مطلع الشهر الجاري خصوصا أن الاستقالة تترافق مع تصاعد الحرب وتماعد البلاد عن السلم والانتقال السياسي وتفيد المصادر عن ترشيح رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري السابق وكعادة البعثة الأممية تجرب وتدين ولكن هذه المرة تصدر بيانا مشتركا مع سفرات تسع دول تحذر فيه من استمرار عمليات القتال وتناشد أطراف النزاع باحترام التزاماتها كما تدعوهم إلى إعلان وقف فوري وإنساني للقتال بسبب وباء كورونا العالمي لا شك أن المدنيين هم الوراقة الأكثر احتراقا بنار الحرب فعشرة الألف من الليبيين اضطروا إلى النزوح من منازلهم منذ العام الماضي والمجتمع الدولي يندد دون الوصول إلى حل ينهي أزمة يكتوي بنارها الليبيون اشتركوا في القناة